يعني السؤال الرئيسي هل الاهلي خرج فهقولك المشكلة أو السؤال خلينا نصيغه بطريقة تانية ليه الناس حسة ان الاهلي خرج كجمهور وحتى كلعيبة اللعيبة كانت زعلنة جدا بعد المتش وبيتسو موسماني كان غاضب جدا في المطمرة الصحفي وبيغلط لعيبته يعني ده أقصى دي ما بتحصلش غلا ما بتخرج ببطولة فبتسلت ايدك وبتسلم حد تاني هو يشيل الشيلة يعني ليه عملت كده وانت لسه مخلص مرش الزهاب اللي مش خلصان بالنتيجة كارسية هاي اتنين واحد مش نتيجة حلوة بس انت بتغلبتش الحقيقة فيه احساس عام عند اللعيبة داخليا ان فيه حاجة مش مزبوطة ان الفورمة مش كويسة ان بيجي فيها جوان سهلة وان الفريق بيجي عليه فرص كتير وان انا بضيع فرص كتير قوي التلات حاجات دول موجودين بس بصراحة هي المشكلة الرئيسية هنا التلاتة دول عندوكو كلعيبة وعند الجهاز الفني بيتسو الموسماني على سبيل المثال انهاء الهجمات تقدر تصنف بسهولة ان محمد شريف فاقد السقة فيه كورة من على حدود منطقة الجزاء هو جاب اختها في الزمالك برجل الشمال مرضيش يشوت اصلا قدام الرجاء فاقد السقة في التصرف في الضربات الرأس احمد عبدالقادر بيزود في الترئيس مجدي افشا مش عارف ظروف الملعب لان هو نازل كان بلعب تمانية فبعيد عن المكان بتاعه نزل اول صنع لعب وبعدين رجع تمانية فتايه في الملعب ففي حاجات هي محتاجة من بيتسو الموسماني كلام على لعبته وبرسيته ويدور على الجول الحلو فدول ثلاث مشاكل لا سهل انه متعالجه فنيا من بيتسو الموسماني تغييرات بيتسو الموسماني كانت غريبة جدا واعتقد ان هو لازم يبص عليها بصة تانية لكن لو بتكلمني عن الايمكانيات فامكانيات الاهلي اعلى اعمل وان سايد جيم تقريبا نشرط الاولاني على الرجاء باستثناء الهدف اللى دخل فيه وبتتكلم على انه بيده ومش بس ضايع فرص دو ضايع ضرر بالجزاء وبتتكلم على ان بيتسو موسماني اصلا مفرقته مع الاهلي ما فيش ولا ماتش ليها خارج الديار في دورى ابطال افريقيا ما سجلتش فيه فانت تخ Devi легко pro cirups bitsoe tu. الرجاء بكل تأكيد. فالإحساس العام بأنك ليه أنت حساس أنك خرجت اسأل نفسك هتلاقي أن المشكلة عندك أنت كأهلي مش عن المطش قدام الرجاء. أنت تقدر تكسب الرجاء وإمكانياتك أعلى بكتير لكن أنت طبعا أنا فاهم كويس أن الموضوع مرتبط بأن اللعيبة كانت حسن المطش سهل فليه ضع مننا الفرصة بتاع أن احنا نكسب سكور فاهم ده كويس لكن ما تتصرفوش زي كأن الموضوع انتهى لأن الموضوع ما انتهاش خالص. والجمهور سهل أن هو يراهن على عدم النجاح لأن الجمهور بتطبعه مش هقول متشائم بس الجمهور بتطبعه عنده الحتة بتاعت اللي هو عاطفي جدا فبالنسباله هو دايما زعلان على أنه عايز الأحسن فطبيعي أن الجمهور يشوفك عايز يشوفك أن النتيجة كانت المفروض تبقى أحسن يبقى احنا محقناش نرتيجة كويسة يبقى احنا المفروض نزعل يبقى احنا المتلموش جرنبسوكه لو خرجوا. بس أنا موافع لي أنا وبصراحة هو والعنوان الرئيسي لو خرجتوا فعلا ما تلوموش للنفسوكه لإمكانياتكم تسعيدكم جدا على التأهل.